أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية تشهد إنجازات في مجال الحماية الاجتماعية للعمال وتكريس ثقافة الحقوق النقابية باستثناء فلسطين التي تعيش ظروف مختلفة تماما بسبب الاحتلال الإسرائيلي وخلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي في بغداد أضف أبو الغيط أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق العمال تمتد لعقود مضت سعى لها الاحتلال إلى تدمير قطاعات الإنتاج الفلسطيني وسرقت مقدرات الفلسطينيين بشتى الطرق وشدد أبو الغيط على أن حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية الجميع بمن فيهم المنظمات الدولية كل في نتاق اختصاصه